السلام عليكم وصلاة والسلام على رسول الله اليوم في هذا الشرح أصدقائي سوف نتعرف على طريقة إلغاء المتابعة على الصفحات التي لم تسجل الإعجاب بها أو قمت بتسجيل الإعجاب والمتابعة عليها بطريقة غير مقصودة وفي النهاية هذه المنشورات ربما تزعجك على حسابك الفيسبوك أو لا ترقى إلى اهتمامك لأن أغلبية هذه الصفحات تكون مهتمة بمجال وفجأة يتم تفويدها أو تفويتها إلى شخص آخر فيتم تغيير المجال وبهذه الطريقة ربما تكون هناك صفحات بها صور غير أخلاقية وبعد المنشورات التي لا تعجبك أبدا وتريد التخلص منها ولا تريدها أن تظهر على حسابك الفيسبوك مرة أخرى لكن يصاب عليك وجودها أو ربما تكون كثيرة ولا تستطيع كل واحدة إلغاء المتابعة في هذا الشرح سوف أشرح لك طريقة بدغطة زير واحدة سوف تقوم بإلغاء جميع المتابعة للصفحات التي لا تريدها على حسابك قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد أول شيء نقوم بتشجيل الدخول إلى تطبيق الفيسبوك هنا نقوم بتشجيل الدخول إلى تطبيق الفيسبوك بعدها نقوم بالضغط على هذه الشرطات هنا كما تلاحظ هنا في هذه الصفحة نقوم بالضغط على الإعدادات والخصوصية وبعدها نقوم هنا بالضغط على الإعدادات كما تلاحظ وفي هذه الصفحة نقوم باختيار التفضيلات يمكنك تخصيص تجربتك على فيسبوك التفضيلات آخر الأخبار نقوم بالضغط على آخر الأخبار بهذه الطريقة وهنا تظهر لنا ما الذي يتم معرضه في الموجز يعني الموجز خاص بالأخبار في حسابك على الفيسبوك هنا نقوم بإلغاء المتابعة يمكنك إلغاء المتابعة الأشخاص والصفحات والمجموعات للتوقف عن رؤية منشورتها نقوم بالضغط عليها بهذه الطريقة وهنا سوف تظهر جميع المجموعات والصفحات التي تتابعها والتي تظهر منشوراتها على حسابك الفيسبوك أو لا ربما هذه المنشورات لا تعجبك أبدا هناك ما تلاحظ مجموعة من الصفحات سوف نقوم باختيار أي صفحة هنا لا نريدها أنا سوف أقوم بإلغاء مثلا هذه الصفحة بهذه الطريقة هنا مثلا هذه الصفحة وهذه الصفحة وهذه الصفحة هناك ما تلاحظ هذه الصفحة قمت بإلغاء المتابعة هذه الصفحة الأخرى أنا أهتم بها لا أريد أن أرغي المتابعة إلغاء المتابعة إلغاء المتابعة إلغاء المتابعة وهناك ما تلاحظ العديد من الصفحات قمت بإلغاء المتابعة لا أريد أن تظهر منشوراتها على حساب الفيسبوك وبهذه الطريقة لن يتم إظهار منشرة هذه الصفاحات على الموجز أو حسابك الفيسبوك وبعد الانتهاء من التعليم على هذه الصفاحات نقوم هنا بالضغط على هذا السهم ونقوم بالخروج من الفيسبوك بصيفة نهائية نقوم بالدخول مرة أخرى إلى الفيسبوك أو للصفاحات التي قمنا بإلغاء المتابعة بهذه الطريقة بعدها نضغط هنا على الإعدادات وبعدها نختار هنا تفضيلات آخر الأخبار نقوم بالضغط عليها هنا كما تلاحظ نقوم بالضغط على إلغاء المتابعة ونتأكد والآن كما تلاحظ تم إلغاء جميع المتابعات ولم تعود موجودة تلك الصفاحات يعني توجد هنا الصفاحات التي أهتم بمنشوراتها فقط وبهذه الطريقة قمت بإلغاء المتابعة لجميع الصفاحات والمنشورات التي تزعجك في حسابك على الفيسبوك إلى هنا ينتهي هذا الشرح لا تنسى للايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس دعما لنا لنقدم دائما الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركته ترجمة نانسي قنقر